ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهري بين الحفر نحن اخترنا صعود الجبال التجديد العدالة التعايش شعار اتخذه الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ تأسيسه قبل أكثر من ثمانية عقود واليوم يعيد الحزب التذكير بمبادئه مع انطلاق المؤتمر الرابع عشر للحزب في مدينة دوهوك ومنذ تأسيس الحزب في أربعينيات القرن الماضي بقيادة الراحل المل مصطفى برزاني أخذ الحزب دورا مهما عكست مكانته على صعيد إقليم كردستان والعراق والعالم فالقضايا التي يحملها الحزب واحدة والثابتة تطلعات الكرد بالتوحد تحت راية واحدة ورغم هذه الثوابت أدرك الحزب أن الأمور لن تسير بيسر وسهولة وأن الطريق سيبقى طويلا وأن الثابت الوحيد في هذه المعادلة هي المتغيرات نفسها لذلك عمد الحزب خلال مسيرته على تنظيم عدة مؤتمرات كان بعضها يتم بشكل سري وآخر يجرى علانية مع تحسن علاقة الحزب بالسلطة الحاكمة في العراق ابتداء من أول مؤتمر عقد في بغداد عام 1946 مرورا بعدة مؤتمرات عقدت في كاركوك ومناطق متفرقة من إقليم كردستان وبحلول عام 1979 تختلف المعادلة بعد انتخاب الزعيم الحالي مسعود برزاني رئيسا للحزب بتصويت المشاركين بالإجماع الأوضاع تتبدل والتحديات تتصاعد خصوصا مع فترة الحرب العراقية الإيرانية وفي عام 1991 يضع الحزب الديمقراطي بذرة نواتي أول تأسيس دستوري لإقليم كردستان مع فرض التحالف الدولي منطقة حظر الطيران فقام الحزب المشاركة في الانتخابات التي نظمت في كردستان حيث حاز الحزب على 51% من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية وتشكلت في عام 1992 حكومة مشتركة للحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني لإدارة الإقليم التحديات لم تنتهي هنا سنوات يتعرض فيها الحزب لضغوطات خلفتها الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1994 وحتى عام 1998 فضلا عن الملاحقة والإضطهاد التي يتعرض لها قادة الحزب الديمقراطي من قبل النظام الحاكم في بغداد ليولد كل ذلك نوات معارضة وطنية تبلورت بعد سنوات بكتابة أول صفحات الدستور العراقي في منزل الزعيم مسعود برزاني وبعد عام 2003 مثل الحزب كأحد أعمدة النظام السياسي الديمقراطي في العراق وعمل جاهدا على تثبيت المكتسبات التي حققها على الصعيد الداخلي في إقليم كردستان من خلال اتباع منهج التعايش السلمي ودعم الاقتصاد والاستثمار وجعل الإقليم مركزا للأمن والاستقرار رغم الأحداث المشتعلة في المنطقة وبقيت هذه الفترة مستمرة حتى يومنا هذا وحتى في مرحلة ما بعد إجراء الاستفتاء على الاستقلال عام 2017 والتي أسفرت عن اتخاذ برزاني قرار التنحي من رئاسة إقليم كردستان واليوم يقرر الحزب الديمقراطي التمسك بالتعهدات التي قطعها لشعبه ليعقد المؤتمر الرابع عشر الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام لمناقشة النظام الداخلي وبرنامج الحزب للمرحلة القادمة إضافة إلى اختيار رئيس جديد للحزب ومجلس قيادة جديد للمرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر